السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النواة القادمة النهاردة كان يوم مهم من ناحية القضائية بالنسبة لانتخابات الأهلي الانتخابات كانت مهددة بل أن هناك كانت دعويان أمام الدائرة التانية في مجلس الدولة في مطالبة بإيقاف انتخابات الأهلي دعوة رفعها الأستاذ محمد سابت فضل الله عضو النادي كان بيطالب بإلغاء دعوة لعقد الانتخابات والسبب أن الراجل شايف أو الطلب اللي كان مقدمه إلغاء الدعوة لانعقاد الجمعية الأممية وإجراء الانتخابات اعتراضا على الرسوم رسوم الترشيح اللي قررها مجلس الإدارة وقال أنه ده مش موجود في لايحة النظام الأساسي ومن ثم هو يرى أنه المجلس خالف الليحة في فرض الرسوم النادي الآلي كان رد في دفوع على هذا الأمر أنه لا هذا حق أصيل وده اللي قالته حتى المحكمة الدائرة التانية برئاسة المستشار فتحي توفيق أنه قرار تحديد رسوم للعملية الانتخابية هي حق لمجلس الإدارة منحته ليه لايحة النظام الأساسي للنادي لأنها قدت مجلس الإدارة الحق في تحقدير رسوم الترشح مساهمة من المرشح في تكاليف العملية الانتخابية في النادي ومن ثم الأهلي لم يخالف صحيح اللائحة والقانون في هذه الجزئية ومن ثم تم رفض دعوة الأساس محمد سابت فضل الله وتم التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها 25-26 نوفمبر الجاري كمان كان في دعوة من الأساس أحمد مجدي يحيى كان بيت أيضا بيطالب بإلغاء الانتخابات بدعوة إنه راح يترشح فلم تقبل الأوراق ترشيحه المحكمة قالت بعد الاطلاع على حافظة المستندات أن مقيم الدعوة أقامها بدون زي صفة يعني واضح إنه عضويته فيها مشكلة فبالتالي ليس من حق التقدم بطلب وهو مش متمتع بصفة العضوية الدعوة الثالثة كان الأستاذ وليد الفيل عضو النادي بيطالب بإدراج اسمه في كشوف المرشحين لأنه قال لما رحت أتقدم أوراق ترشيحه ما كانش معاه شهادة أداء الخدمة العسكرية وكان أقدم في اللحظات الأخيرة يمكن عشر دقائق قبل غلق باب الترشيح في اليوم الأخير ومن ثم رفع دعوة بيطالب بإدراج اسمه في كشوف الناخبين على مقعد نائب الرئيس وبالتالي صدر الحكم زي ما قلتلكم من الدائرة الثانية بأحقية الأستاذ وليد الفيل بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على مقعد نائب الرئيس اللي مرشح فيه أيضا الأستاذ العمري فاروق وبالتالي المحكمة قالت أنه اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي طلبات الترشيح حسب لايحة النظام الأساسي للنادي هي مش من اختصاصها قبول أو رفض أوراق المرشحين هي بتقبل الأوراق المقدمة لها وتعرضها على مجلس الإدارة مجلس إدارة النادي هو الجهة الأوكالة إليها لايحة النظام الأساسي الحق في النظر في أوراق المرشحين قبولا أو رفضا حسب استفاء كل شروط الترشح ومن ثم رأت المحكمة أنه اللجنة الإدارية المختصة بتلقي طلبات الترشيح تغولت على سلطة مجلس الإدارة في هذه الجزئية ورفضت أوراق أحد الأعضاء اللي هو الأساس والدي الفيلو ومن ثم ادته الحق في أن يضاف اسمه إلى كشوف المرشحين النادي الأهلي طبعا في انتظار الحكم أول ما هيجيله تقدير الشخصي إنه حيتم تنفيذه طبعا هو واحد من أعضاء النادي لم يبقى معه حق قانوني أو حكم محكمة حقه في الترشح ده حق أصيل وبالتالي سيتم إدرج اسمه في كشوف المرشحين حين تلقي حكم المحكمة خلال الساعات القليلة القادمة ده يمكن كانت التطورات القانونية النهاردة في محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات الأهلي وأنا اللي قلت لكم من مبارح إنه فعلا الأهلي يا جماعة استقراره في إنه كل أموره بتدار داخليا من خلال لاحة النظام الواضحة جدا والصريحة واللي اعتبدت بأكبر جمعية عمومية بين كل الأندية لاعتماد وإقرار هذا الدستور الحاكم للنادي لكن مع كل التأدير أن التقاضي حق أصيل حق الدستوري أصيل لكن يبقى الحفاظ على النادي وحسم كل أموره داخليا من خلال لاحة النظام الأساسي هو حق طبيعي وأصيل نتمنى إن شاء الله تعالى إن انتخابات تجرى في جو يعبر عن قيمة النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي مش بس كجمعية عمومية لأعضاء النادي لا كجمعية عامة تهم الملايين في كل مكان الأهلي ينتخب منذ بدايته زي ما حضراتكم متابعين الفرصة متاحة لكل السادة المرشحين اللي استجابوا لدعوة المدير التنفيذي للنادي لزهور من خلال شاشة الأهلي على مدى وقت الأهلي ينتخب لعرض برامجهم وقراءهم وأفكارهم عايز أقول لكم بكرا إن شاء الله زهرا اللجنة القضائية من هيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات بحضور السادة المستشارين المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات الآن لا يكون لهم لقاء مهم جدا ظهرا بمقر النادي في الجزيرة علشان يكون كل السادة المرشحين موجودين بنفسهم يتم الاتفاع على كافة الترتيبات للعملية الانتخابية عدد المندوبين ما كان حضرهم سواء في لجان الاقتراع أو لجان الفرز فيما بعد كده ضوابة الفرز عمليات الفرز شكل البطلان جزء كل التفاصيل القانونية هتكون على اجتماع اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات الأهلي مع السادة المرشحين الأهلي ينتخب النهاردة ضفنا الأستاذ خالد سليمان المرشح لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الفاصل هيكون معنا الأستاذ خالد سليمان المحامي أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما قلتلكوا قبل الفاصل ضفنا المهم النهاردة الأستاذ خالد سليمان المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي أعتقد أنه لما الأهلي يستهل موسم ببطول الدوري بالذات في مواجهة فريق زي الاتحاد دي مسألة لها قيمة كبيرة شي طبيعي لأن الاتحاد مشهود أنك عبو عالي شوية في قصة السلة يعني وأنا عشان بتردد كتير على مدينة الأسكندرية أعرف أنهم يعني عارفين أن المنافس الرئيسي ليهم النادي الأهلي في القصة بتاعت السلة طيب قاله أساس خالد سليمان بعض من ملامح سيرته ترجمة نانسي قنقر 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 وأقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أنا قنقر قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر 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 نانسي قنقر 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 الناس أشياءهم. نمرة اتنين انشاء حمامات سباحة بكل الأفرع للأكاديميات وليخصص المجمع الرئيسي للسادة الأعضاء اللي لسه كلمت عددك فيها. الأكاديميات مش عايزة أقولك مستفحلة على حقوق عضو النادي. وخصوصا مع قلة المساحة اللي موجودة لحمامات السباحة. لدرجة أنه عندنا مشكلة تانية تسريب الأهالي أهالي الأكاديميات. يعني أنت ما عندكش وخاصة في مدينة نصر ما عندكش حد يمنع الأهالي أنها تدخل النادي. مفيش سياج. مفيش مكان مخصص للأكاديميات. فبتلاقي بقى مسلك وسلوك مش كويس وأنا عادت كتير مع الأعضاء. فيه أشياء بتفقد لأن الناس دي غرب خارج النادي وجاي. دافع مثلا مبلغ 300 جنيه في الشهر ولا 500 جنيه. ولا حسب الشريحة اللي موجودة. وبيبقى الأم والأب والأسرة جايين. على ما الولد يخلص بيبقوا موجودين في النادي. فيه يعني ايه مش فيه الاختلاط ده واقتحام النادي من الناس ليسوا أصحاب عضوية عملها في النادي أو التابعة أو الأخيره. ميؤدي لهذه المشكلات. عشان كده بقولك أنا بقول المجلس العنصر البشري اللي هنا يعني فيه فرعين أما بعض مع أهل مدينة نصر والشيخ زايد. ما ينفعش يدوني إحساس أن هم حسين بأن هم أقل مننا كفرع الجزيرة ما ينفعش. لو الإحساس مدينة نصر ما تم فيها من إنشاءات وتطوير فاق الجزيرة بمراحل. لا. خلينا أنا أنا يعني. لا هتكلمنا عن الجراش مش جراش. لا المنشآت عن متى كل ما هو. وطبعا ده مش تفريقة بين المقرات ولكن مساحة مدينة نصر. يبقى أنا بقول احنا بنشتري لاعب بمئة مليون جنيه أو بمئة وسبعين مليون جنيه. يعني فكرة دي مدينة نصر. يعني عشان الجمهور حتى اللي مش مش أعضاء يبقى عارفين مستوى نادي وموصل لأنهي درجة من التطوير. بس دي معظم بقى المنافذ اللي انت شايفها دي أعضاء النادي مش قدها. لأن النادي تعاقد وساب الأعضاء تتعامل معها. بس كالا انت عايز من الأول تنتقي مستوى العضو. ولما ييجي يشتري تقولي لا مش منافذة. لأ بعد اذن حضرتك. انا المنافس كعضو مجلس إدارة. اعا. او رئيس مجلس إدارة. اعا. لازم يبقى عندي لستة يلتزم بيها. اعا. ان انا ما سيبش العضو يخش النادي ويستغل المنافس دي تستغله. لأن انا لو بروح النادي اربع خمس ايام في الأسبوع عندي تلات اربع اولاد. مش ممكن كل يوم اصل في الف جنيه. ده احنا بنحاول نشوف انا في برنامجي. ان انا على الاقل زي ما تقدر حضرتك تدفع الف جنيه في غدا او خمسمية. ده موجود على فكرة. ايبقى فيه وجبة على اقل للاطفال سابتة ب خمس وعشرين جنيه. اعزم بيها احد المنافس باتفاق معين حتى لو انه يدعم. كل بقر مستوى المطاعم متدرجة. مش بالمبلغ اللي بقول لحضرتك عليها. لان ده على. خمس وعشرين جنيه. انا مش عادة تتكلم على مستوى الاداف الخدمات. بص الاول مرة. انا كمترشع على الرئاسة هتلاقي حد معني بالتفاصيل اللي اعضاء مجلسة دارة ما يرفوهاش. بقول لعلى الواجباب من خمس وعشرين عشان. ما انا هعملها. اه. عشان اشترين. هعملها. اه. انشاء لجنة الشفافية والانضباط من ثلاثة اعضاء ازو خبرات قانونية وادارية. دعم. لجنة الشفافية اللي المقصودية. انا عايز اعمل ديوان ما ظالم. انا تاني. كل دي مشكلات موجودة. لدرجة ان انت عندك كفاءات بتتصرب من النادي لاندي اخرى. وبيروحوا. وكأنهم من هنا مش مقدري. وانت بتتكلم عن انك عايز تعمل اللعب الاولمبي زي بيقوله اوه. طب ما انت بيبع عندك الكفاءات دي. وللأسف. وامثلة موجودة. وقصر. وبالاسم. وعلى فكرة. يعني. 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 انا مش عارف. اقول. ولا ما اقولش. اثامي. لكن عندنا. اه. مثلا. اه. لعبة كرة يد طولها. كانت اربعتاشر. خمستاشر. سنة. مية تلاتة وتمانين. اه. طول. واسمها دينة المدفعجية. وللأسف. اتعرضت. اه. 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 صلف. وتعم. معاملة. سيئة جدا. من حتى. انا فاكر. اه. مديرت النشاط. واني مش عارف كان اسمها ايه ما ده. هالة. وهي النهاردة. عضو اساسي. لعيب في النادي الزمالك. اه. مش قدري. يعني. مش عايز اقولك. اه. يعني. ده حاجة. اه. اصابتنا. انا باحباط. يعني. الزمالك. اه. فريق منافس. وبتاع. بس. لا. ما ياخدش لعبة من عندي. بالشكل ده. لسوء. اه. معاملتها. من المتولي. اه. النشاط في النادي. وعلى. وعلى غرار ده. على فكرة كتير. وانا رصده. وآه. بقول لحضرتك. انا عارف ان برنامجي الوقت مش هيسمع له. لكن انا بجيب لك الرؤوس فيها. عايزين ندرس البدء في دراسة الجدوى. لاصلاح الخطأ التصميمي. بساحة الانتظار وليس الجراش. لاني ما ينفعش يا استاذ ابراهيم. اخد مساحة من الارض. واجور فيها على ملاعب للناس في مدينة نصر. وكان فيه تلات ملاعب الاغضاء بيلعبوا فيهم. خدت المساحة وعملتها. طب وبعدين. لا صرف هتعرف ترك العربي تكن تستحملها من الحر. ولا شتاء من الامطار. طب ده حتى ما فيش مظلة. يعني النهار ده الاستعجال. الاستعجال للمجلس الحالي. مشكلة. مشكلة رهيبة. لا. مشكلة بقى لعشرين سنة الناس بتطالب في مدينة نصر. بس ما يتعملش بقى. وانا صياته ان هو جراش وهو ساحة انتظار لاني فيه الفرق. ما بين الجراش وساحة الانتظار. ساحة الانتظار بالانجليز اسمها باركينج. البركينج يعني ساحة انتظار. طالما لغتك الانجليزي قوية. كان الخوار يبتدي انجليزي من اول. لا لا. خاص. خلينا اقول الجراش بقى. لا يعز العربي. اصلي الجراش. اي جراش معروف انه متعدد الطابق. وفيه منه جراش بيبتاحت الارض فوق منه طابق. ده صح. ده اللي اقصده. طب ما هو تقال انه الخطة اللي جاية في لها اللي جاية ما تنجز سقفوا حفوا يعني اعملوا يعني سوفوا شتا احميني من شتا اللي هاشتغل وبعدين انا شفت ان مصارف الامطار مش موجودة في كل مكان يعني بعد كده هتنزل انا وانت نركب عربياتنا عن شمر عشان نوتا مش انت قادرة مني انه فيه مناطق معينة لأسباب كتيرة ماينفعش البنى فيها ما انا بكلمش على البناء انا حتى دلوقتي بقولك ايه ظلل انا جايب لحضرتك هنا انا جايب لحضرتك هنا مظلة عبارة عن اللي هي الالواح الشمسية كمان يعني المظلة تديني طاقة شمسية استفيد بيها كنادي فياريت ما عرفش اذا كانوا نزلوا الصورة ده كويس ان انت تضيف بعض الاضافات لبرنامج ده كويس يعني في تعديل للمواد بقى الليحة الاساسية المخلفتها للدستورة والقانون على سبيل المثال اللي هي واحد واربعين اللي هي بتحول ما بين انعقاد الجمالة المهمية شرحناها بالتفصيل في بداية القصة فمش اقف عندها عايز اعمل مراجعة للسيرة الزاتية لمدير الفروع والقطاعات واعادة تأهلهم اذا تطلب الامر يعني انا ما انفعش اجيب مدير فرع الخلفية ما بقولش حاجة الخلفية العسكرية او جيش او مدني ما حدش يدر يتكلم ولكن كنك انك تحط مدير فرع للنادي الاهلي يعني معا سلطات رئيس مجلس الادارة ما فيش اي مشكلة انت رئيس النادي في الجزئية دي بيشتكوا بان هي القصة قصة يعني اوامر وحزم كده وبتاع ما بتتفقش مع طبيعة المكان كمكان مدني ومع قيمة وقامة اعضاء النادي الاهلي وكيانه دي بعض السلوكيات بس احنا استقررين على انه لواء الشرطة او الجيش رجال رموز في الانضباط بجد لا ما حدش يال حاجة يعني انا ما اقدرش اشيد بمؤسسة منضبطة بس بس ولما اخد احد ابنائها يبقى المعاملة ناشفة برايب افصل ما بين المؤسسة اللي هو جاي منها بص اهي واهي دي مش هنقادل مظلة حدك اه داكتور راحي اللي هنفزه ان شاء الله في حالة الفوز بقى بس هيبقى ساعة انتظار ولا جراش ما انا بعدل بقى على اللي موجود وبضيف احسن منه ساعة انتظار ساعة انتظار اه اه ساعة انتظار برضو مش هسميها جراش اه لا مش هسميها جراش مش عشان انا عملت المظلة هسميها جراش فما توقعنيش يعني ماشي عايز اعمل عايز من ضمن برنامجي انشاء خط ساخل للشكاوى واخر الكتروني تكون مسئوليته المباشرة لرئيس مجلس الاضافة مباشرة ليه عشان يبقى كمان مسئول قدام العضو اللي قدم الشكاوى ما تتوهش بقى في الدهليز وفي الاضراب بس كده يعني بحمل نفس المسئولية كده هيب رئيس النادي بيتدخل في العمل التنفيذ لا لو في اتصال مباشر مع الاعضاء لا المكتب يبقى تابع لي انا اقول له شكوة ابراهيم بي عملت ايه من اسبوع في حد يعني لازم دي وبيتنظر حدك حتى وان كان ده بيخل باستقلالية العمل التنفيذي على العمل التراتيجي بس محدش هيلجأ لده الا زحس ان الخلل موجود اساسا من القائمين على طلاقة الشكل يبقى لازم وتموتها وعدم التحقيق فيها ضرورة الحفاظ في الفصل ما بين العمل التنفيذي والعمل التراتيجي هنطلع لفصل وبعد الفصل نتواصل مع برنامج الاساس خالد سليمان اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين معنا الاساس خالد سليمان المحامي المرشح لرئاسة مجلس ادارة النادي الالي في انتخابات 26 نوفمبر والاساس خالد تفضل في استعراض برنامجك فقرة تسعة في البرنامج انا من خلال تردودي على الثلاث افرع الناس ما بتشوفش اعضاء مجلس الادارة الا كل اربع سنوات ودي شكوى يعني اعتقد كلنا لمسينها مدينة ناصر محدش بيروح زايد محدش بيروح تسألهم شفتوا رئيس المجلس يعني ليه ظروف معينة او حاجة طب الحداشر فين للأسف الشديد فانا فيه بحدد الجمعة الاولى من كل شهر ليه اعضاء المجلس على قل يتناوبوا اذهب الى الفروع جمعة كل جمعة فرع نادي بالمناسبة او مش مطلوب ان رئيس المجلس او عضو المجلس حسب عرف الاهل ونظامه يتواجد بين الاعضاء هو المدير التنفيذي والادارة التنفيذية المسؤولة لا عضو المجلس ده كده احنا هندخل في خلق لا بالعكس يعني انا عضو مجلس ما شوفش الاعضاء اللي كل اربع سنين طب هو بيروح لهم ليه في الانتخابات اما بيشوفوا قراراته اداءه لا هو فين قراراته الاداء ما بيائنه وبيشتكه بيائنه وبيشتكه زي ما قلت لحضرتك بالنسبة بنتكلم عن طرح مناقصة بوليس التأمين الاهل الصحية على فكرة دي موجودة في الليحة انا فعلها بقى من يوم الليحة عملت محدش فكر لان اعضاء النادي يعني يستهلوا ان يبقى فيه وصيق التأمين الصحية اسم النادي الاهل كبير تطرحوا في اي مكان في اي مكان هتلاقي صوب يعني التسهيل والاجراءات ما لاش حال تمام عايزة ابتدي بدراسة مشروع مستشفى الاهل مستشفى الاهل في الليحة برضو يعني انا جبت من الاعضاء عايزين ايه وجبت من الليحة ما يتوافق معها عشان محدش يقول دي مخالفة للليحة الليحة بتقول ان النادي ينشئ مستشفيات وليها علاقة بالاعضاء ويعالجوا المراكز الطبية برضو للعيدين واستثمار للغير تمام فده على الاقل يليق بالنادي الاهل تمام عقد ندوات ثقافية وترفيهية خاصة بالأسرة لمعارجة المشكلات الاجتماعية بدور هنا على ثقافة المرأة اللي هي العنصر الاساسي في تربية النشط ليه من هادي ما يتولاش ندوات ثقافية ويبقى ما بين الندوة والندوة شيء كده فيه نوع من الانفراجة للاطفال ويتقدم لهم حاجة طيبة يعني كل ما يعشى كل اطفال يعني انا بس الندوة الثقافية يبقى كل مرة موضوع معين ندعو فيه ادباء ندعو فيه مفكرين ندعو فيه يعني لازم المنظومة دي تبقى موجودة وده بيخليه نرجع للمكتبة المكتبة بتاعت مدينة نصر يا أستاذ إبراهيم اغلقت مقفولة مكتبة مكتبة عشان خاطر بحجة انت بتعرفش الحجة ايه يعني لما اهل مدينة نصر يشتكن المكتبة مغلقة يعني وما فيش حد يعني عفوا بقت مهملة المكتبة ويبقى فيه آلية للاستعارة بالنسبة للكتب اللي موجودة فيها انا اتكلمت عن انشاء ازاعة داخلية في كل الافرع خلال 12 شهر من تاريخ الفوز بالرئاسة انا كنت سنة 82 حضر ماتش في ايطاليا في مدينة روما ما بين روما تقريبا وليوفينتو الموزيع الداخلي تخيل بقى شوف سنة 82 الموزيع الداخلي بيقول ليه الجمهور سادة الجمهور الافاضل لو سمحتم الهدوء سكته ونادى على ان قال مثلا الاستاذ ابراهيم المنسي اللي بتفرج على المباراة لو سمحت البيت عايزك يعني فيه ازمة في البيت فيه مشكلة الاسرة عارفة ان هو في المباراة كلمه الادارة عفوا انا هنا بتكلم على الازاعة الداخلية بس الكلام ده قبل الموبايلات ايه قبل الموبايلات ان انا لو قاعد في النادي في الهدوء وفي ازعة داخلية فوق دماغي انا هتدايا انا عايز ايه بقى انا مش عايزك تتدايا انا هنشغلك موسيقى بس اهدى عمال انا عايزك ايه بقى عايز اعمل ايه فيه قضوة في مدينة نصر اه اغمى عليها ما كانش فيه طبيب ونزلت على فكرة على الصفحة وبقوا يجروا شماله يمين انا بقول هنا لو في ازعة داخلية لو هناك طبيب موجود يا حضرات مش عارف هي توجه الى كذا نستهيز به طفل عفوا انته من اسرته ايه المشكلة يعني انا مش هلجأ للإزاعة الا في حالة الضرورة لمثل هذه الامور الانسانية ما اعملش بها اسقط لحاجات تانية بس غالبا بيتم نشر افراد امن بين العضاء يعني بكل شوية كل منطقة فيه فرض امن واقف يلبق اي احتياج مش فرض الامن مش المسال اللي واقف انا عايزك تحافظ على الوقت اشغل بقى يا سيدي ساعتها موسيقى هدية تمام التوسع بقى في الانشطة الرياضية مثل تنس الطاولة والسكواش وصلات الجنباز والبليارد وبأجور رمزية انا عارف ان فيه كثير من يعني اعتقد الهدف منه واحد لما تيجي تقرأ القرآن وتقول بسم الله الرحمن الرحيم محدش يقدر يقول لك انت ليه قلت بسم الله الرحمن الرحيم زي فلما ولازم ابتدي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فالانشطة الرياضية لما بنتناولها كلنا كمرشحين شيء طبيعي الهدف بيبقى المقصود بايه سبقني بحد الفكرة سبقني فانا متمسك بان الانشطة محتاجة رعاية اكتر من كده حط عليها ازبط لان هي دي اللي بتطلع لي اساسا اللاعب اللي النادي الاهلي بيعتمد عليه الضوابط الصارمة بالنسبة لأكاديميات كرة القدم انا قلت لحضرتك عليها في البداية ترسيخ مفهوم توحيد مستوى الخدمات لتتطابق في كل جزء انا مش عايز يبقى فيه تفرقة ما بين الخدمات اللي موجودة في اي فرع عن فرع اخر وتتساوى زي ما انا باجا استخدم عفوا يعني غرف لبس في منطقة معينة في النادي غير اللي موجودة حتى الحمامات اللي موجودة بعيد عن المبنى الاجتماعي عايز كل ده يبقى فيه توحيد يعني انبالح واحنا في فرع مدينة نصر لا الظهور والورود لقيتها على الاحواض وفي الحمام يعني كانت موجودة لمناسبة معينة انت فاهمني طبعا المهم عايز بقى في البند 19 عايز اعدل اللايحة الاساسية للنادي بوضع سقف مالي محدد في حالة الانتخابات الصرف والبزخ اللي انت شايفه ده انا متطوع لعمل تطوعي ايه الصرف ده ايه الصرف ده كل اللي عملته عفوا هي الورقة اللي ساعدتك شايفه دي كده فقط ده وورقة اخرى انما اليوني بول وجايلنا اسعار بمئة خمسة وعشرين الف في عشرين يوم ده انتوا بتصرفوا السبعين تمانين مئة مليون دول في مقابل ايه في مقابل ايه يعني صرف ببزخ اللايحة هنا تحد من ده لازم لازم يبقى فيه سقف معين وازا كان هناك تبرع من اخر يفصح عنه لان انا انا النهاردة المنافسة حاجة يقول لي ضعيفة المنافسة مش ضعيفة لا على الرئاسة ولا على النائب وبالمناسبة بأن العضو ووليد الفيل في انه كسب القضية ويريد يتنفذ الحكم ويبقى موجود في التراك يعني ولا اساسا على امين الصندوق ولا على عضوا في السن ولا تحت السن المنافسة متساوية مع الجميع وهنشوف الانتخابات دي وان شاء الله هتشوف يوم ستة وعشرين نتيجة هتوزه للعالم لان دي هي دي قيمة وقامة النادي الاهلي كنا بنتكلم على تعديل يعني انا الحاجات النمطية مش عايز زقف عندها كتير لان الوقت بيدهمنا ما خلاص عايزك تستغل بس بق كورة القدم يا العمود الفقري للنادي القرن ويجب الحفاظ على انجازاته مع ترشيد المنتصرف ليتناسب مع الحاجة بس ازبراهيم النادي الاهلي في كورة القدم انا تحت اي مسمى لم يكن نمرة واحد لن يقبل اي رئيس نادي او اعضاء مجلس ادارة انه يكون في غير المكان بس انا لما لقى الكورة في موازنة او في ميزانية 19-20 خسرانة حوالي 150 مليون لا كتير وعند الاسباب وموجودة في الموازنة فبعنده الكورة حتى وان كانت الكورة السبب المباشر لحجم الرعاية والبس ما انت بتاقب من وراها مليار ونص مفروض ما طلعش دي نمرة واحد نمرة اتنين ليه وجهة نظر في الكورة انا عندي خط معين انا لعيب كورة على فكرة يعني وبعدين هبقى عمل لكم فيديوهات وانا اطلق لكم كوه عشان تطمنوا ان احنا برضو بنعرف نلعبها انا عندي مثلا خط معين عملا استحوز على لاعبين وبشتري اللاعب ده بأرقام 30-40 مليون امت لعبت في نادي معين ولا كانت هواية لا كنت مع كابت مصطفح سن مكتشف في المواب دي لحد السن 17 سنة قبل ما فكر سافر ايطاليا اهو المدخل فقالي نادي الاهلي اهو فقالي نادي الاهلي طبعا تمام فالنهار ده انا بادى اشتري لعيبة بتلاتين اربعين مليون وبلقي زخم عندي في الخط اللي بيلعب فيه سواء خط النص زي ناصر ماهر وصالح جمعة قبل ما يمشي وعندنا دلوقتي افشا والسلية ايه فبطر عيره انا لما بعيره ما بعيروش بالقيمة المالية بقى دقتين بقى دقتين انا لما بعيره ما بعيروش بنفس القيمة المالية اللي انا اشتريته بيها لانا كده كده اكون كمان بتحايل على الاندي تاخده بدل ما هو قاعد وبعدين بيبقى هو في النادي الاخر بكفاءته بقى اللي انا كنت شايفه بيها كلاعب قوي وعلى هذا الاساس لما باجي حتى لعبه بيلعب ضدي بقى بصدفة يعني بيبقى اكثر حماسة فانا النهاردة عايز احدى عفوا من اني انا مش تريش لعيبة واستحوز عليها وادفع فيها المصاري وديها النادي اقر يوم ما باجي لعبه بيبقى المنافس علي قوي بس ما ده عرف الكرة في العالم كله طيب انا هاختم بقى بعد اذن حضرتك طيب لا مش عرف مش بيزي انا عندي 11 لاعب انا بعيرهم النادي الاهلي يعني بيعير فرقة الناشئين انت مش بصصهم انت بتديله كله على فكرة اللي اعيره انت لما بتجيبه بس مش عايز اضيع وقتك فيدي انت لما بتعيره عشان اخد فرصة فبترجعه يبقى محمد شريف في مدينة نصر مطلوب انشاء صالة رياضية جيم للسيدات فرع مدينة نصر كويس اعادة فتح المكتبة وتأهلها كويس وبالنسبة لي مقر النادي انشاء حمام سباحة الاكاديميات هعمل عليه مكان مدرجات التيش كفكرة التفاوض بقى مع محافظة القاهرة ده شغلي بقى قراب القانون انا لو لو مخدتش الجراش ده سواء انا رئيس نادي او مش رئيس انا مش هسيبه يعني البرنامج ده انا هدي هدية للمجلس الاخر اذا نجح رئيس المجلس ينفزه او يستعين به او اذا كان فيه نصيب لياه هننفز كل اللي موجود فيه فرق الشيخ زايد انشاء بوابة خارجية للاكاديميات كرة القدم للمشكلات اللي قلت لحضرتك عليها توسيع جراش الشيخ زايد ده نصب اعيوني عايزين اعايز اعمل في الشيخ زايد بناء على طلب الاعضاء غرفة ملابس للسيدات بجم الشيخ زايد الانتهاء من كافة الانشاءات المعطلة من بعد مجلس مهاندس وحمود طاهر ما تكلمنيش على الصلاة اللي مفروض اللي اتفتحت النهاردة لان انا لما افتح اتتفتح بعد الانتخابات انا عرف ليه تأجلت يعني فيعني ايه كأسرة الاهل بقى خليها مابيني وبين انشاء فرع شهر عقاري مطلوب في الشيخ زايد اه 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 مجلس الادارة بالتعا PHIL مع مطاعم زاد جودة في الشيخ زايد وبقية الافرع والوجبة 25 جنيه الموحدة دي مهمة أختم مع حضرتك إن أنا أأمل ألاقي في العاصمة التانية لجمهورية مصر العربية اسكندرية فرع للنادي الأحلي اسكندرية زعلو ده المجرد لما تقالك كابت الخطيب قابل المحافظ القيامة في الاتحاد واسموحها هاجو لا إحنا عارفين ناخد المكان فين والأرض تبقى مكانها فين ما خارج حدود زمان أنا يعني هو مش عايز أقول في المنطقة اللي وقعه ما بين استاد الجيش ومع أول الطريق السحلي يعني ممكن عرضي هناك لأنسب مكان حتى بس هجيب له أعضاء منين بقى لا بالعكس لا أنت ما تعرفش يعني القصة هناك بقت نحن الوقت دهمنا ده طموح وبرنامج أنا بحي حدك عليه بجد لكن خليني أقولك أنا كعض في النادي لو نجح الأستاذ خالد سليمان هقوله ألف ألف مبروك لو لم يوفق الأستاذ خالد هقوله هل كمحامي في النقطة جمهور الأهلي بيقلق دايماً وأبداً أنه يشلاء النادي الأهلي زي بقية الأندية أنه يتجرجر للمحاكم هل ده ممكن يبقى مطروح في أجندة الأستاذ خالد سليمان بكل الصراحة بص إجابة مباشرة غير مطروح أنا جاوبت قبل كده وقلت أستاذ إبراهيم وقودها علي عهد لأن أنت بتسجل طبعاً لو من العشرين مرشح في حد استشعر من العشرين مش خالد سليمان أن حقه ضاع ما أعتقدش أنه مش هيدور عليه إذا كان جاي عن طريق خطأ أو أسف فساد في كلمة فساد مش فساد زمم فساد في عملية انتخابية حتى في وجود إشراف قضائي؟ لا في وجود إشراف قضائي ما فيش هو إشراف قضائي موجود وحدك تطرح ما تشاء أنا عايز أختم بس خالد عشان بس لا خلاص أنا أختم حقاك برسالة للجماعة الأممية أنا طرحت نفسي أساساً ببرنامج من صوتهم هما وأعتقد أني ده ميزة وشرف لي أن هما يكلفوني به عايز أبعط رسالة من خلال النادي الأهلي اللي هو أسرتي لأسرتي أنا الصغيرة لأزوجتي وبنتي بقول لهم ما تزعلوش من اللي حصل تزعلوش من اللي شفتوه من تنمر على ده كلام حدش يقاله أبداً معلش يعني أنا بوجد لهم على الهواء لأن لازم أنا لقي بنتي يعني وحيدة ما كنتش أتخيل لو الكابتن الخطيب يعلم وأنا مسؤول عنه مفروض كعضو واسيبك من الترشيح أن قدي إيه بتتجرح الأسر بالأمر ده وخصوصاً أن أنت ما ارتكبتش جريمة فالموضوع هنا مش كويس وأنا عشان كده بقول لبنتي اللي اسمها ما هيتاب بعتزلك وما تحمليش هم ببقي قوي ومكمل وإن شاء الله يوم الستة وعشرين وليقضو الله أمراً كان مفعولاً شكراً للقناة كل التوفيه أساس خالد كل التوفيه لأسرتك لكن من المؤكد أنه لكابتن محمود الخطيب ولا مجلس الإدارة بالكامل ولا حد يقبل أنه إعلام النادي في كل الأنماط الإعلامية المختلفة خرج عن السياق ولكل شاهد سواء القناة أو الموقع الرسمي أو صفحات النادي الرسمية أو حتى مجلة الأهلي كل إعلام النادي الأهلي عنده هذا الالتزام وهذا التقدير لكل السادة المرشحين لأنه من في النهاية أعضاء الأهلي أما الكلام عن أي إعلام آخر أو أي جروبات أخرى فالمؤكد أنه الكل عارف أنه زي ما الأستاذ خالد سليمان بيشكو كثيراً ما اشتكى الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي ولازال مجلس الإدارة وكل الأهلوية ومستر مبيتس ومسيباني أعتقد خيره شاهد على ما يتعرض له كل من يتعرض للعمل العام أستاذ خالد شكراً جزيلاً لحضرتك سعيدت جداً باللقاء بذكر القناة على حسن الاستضافة وشكراً جزيلاً للحوار الموضوع شكراً جزيلاً للأستاذ خالد سليمان المحامي المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في انتخابات 26 نوفمبر كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعة وتصبحوا على خير